شهد رئيس الوزراء افتتاح مشروع شركة إيجيبت فانيانج لتباعت وصباغت المنسوجات أحد مصنع المنطقة الصناعية الصينية دا مصر وذكر صاحب المصنع أن الشركة انطلقت في السوق المصرية ثم توسعت بعد ذلك إلى الأسواق العالمية في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكاتين وتستهدف استقدام مجموعة من الكوادر المضربة في الصناعة المستهدفة لبناء قاعدة انتاج كبيرة لها ميزة تنافسية يستهدف المشروع بعد اكتمال مراحل السلاس تحقيق حجم انتاج 30 ألف طن سنويا بقيمة تبلغ 150 مليون دولار